اهلا بكم اصدقائي مجددا في تمارين اخر من تمارين الاملاء سنتمر الجميعا على نص جديد وهو بعنوان وهو بستان او حديقة عمتي سأقرأ عليكم النص مرة واحدة حتى تستوعبوا مفهومة او فكرة النص لذلك استمعوا فقط ولا تكتبوا شيئا العنوان هو الانس او ملي عليكم النص كلمة ان كلمة حاولوا ان تكتبوا بطريقة صحيحة ما تسمعون العنوان كما ترون امامكم النص جديد من تكتبوا بطريقة صحيحة ما ترب 오늘 تكتبو بطريقة بطريقة صحيحة ما تربطة حديثUND تلك تبد royal جديد من تاختيتبوا بطريقة صحيحة ما تربطة حديثيحة في تبطينه Passons toutes nos vacances chez notre tante. Nous aimons. Nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup sans potager. Nous aimons beaucoup sans potager. Rempli, sans potager. Rempli, nous aimons beaucoup sans potager. Rempli de fleurs. Rempli de fleurs et de légumes. Nous aimons beaucoup sans potager. Rempli de fleurs et de légumes. Et de légumes. Point. Nous mettons. Nous mettons. Nos chapeaux. Nous mettons. Nos chapeaux. Contre. 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 Nous mettons. Nous chapeaux. Contre. Le soleil. Contre. Le soleil. Et en avant. Et en avant. Au potager Et en avant Au potager Point d'exclamation Elle nous donne Des râteaux 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 Des râteaux Pour Pour ôter Les cailloux Pour ôter Les cailloux Les cailloux Et les herbes Pour ôter les cailloux Et les herbes Elle nous donne Des râteaux Pour ôter Les cailloux Et les herbes Point Nous arrosons Nous arrosons Nous arrosons Des rangées Nous arrosons Des rangées De tomates De tomates Nous arrosons Des rangées De tomates De salades De salades Et de choux Et de choux Nous arrosons Des rangées De tomates De salades De salades Et de choux Avec 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 De long Avec De long Tuieux Avec De long Tuieux Point Nous Nous aimons Beaucoup Son potager Rempli De fleurs Et de legumes Point Nous mettons Des rangées De tomates Et de choux Avec De long Tuieux Point N'entقل الآن أصدقائي إلى التصحيح وكما تلاحظون فإن النص كان شيئا ما صعبا وذلك لأننا في التمرين الخامس لذلك توجب علينا أن نرفع شيئا ما من درجات الصعوبة العنوان كما ترون أمامكم هو Le potager de matante Le potager de matante وهو حديقة أو بستان عمتي Le potager هو البستان هو البستان ذلك المكان الذي نزرع فيه بعض الخضروات أو نزرع فيه بعض النباتات النص هنا فعل في الحاضر الدلالي مع لأن لذلك وجب تصريف هذا الفعل مع لاحظوا أن دائما ما تأتي في الجامعة لا ننتقوها في المفرد نقول دائما تأتي في الجامعة مونا ويسرع نتقوها في المفرد أنا ومونا نقضي كل عطلاتنا عند عمتنا عند عمتنا نتخطنت عمتنا نحب لاحظوا أن هنا أس تنطق مع آي نقول نزمو ولا نقول نايمو هنا نجمة أس مع آي ونقول نزمو نحن نحب لاحظوا هنا أصدقائي أنه رغم كلمة في الجامعة وليجيوم كذلك في الجامعة فإننا لم نقول لماذا؟ لأنه كما رأينا في درس فإنه عندما يكون لدينا اسم مسبوق بصفة فإننا نحذف الأداة هنا الأداة المحدوفة هنا هي ونعوضها بفقط هنا لدينا متبوعة باسم وهو إذن نحذف ونضع فقط الأصل أن نقول لكن القاعدة تقول عندما تكون هناك صفة وتتبعها مباشرة اسم فإننا نحذف الأداة الأداة إما تكون أو 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 دي أو دي أو دي أو دي أو دي أل apostrophe فإننا نحذف هذي الأداة ونعوضها فقط بدي نو ميتان نو ميتان نضع هنا فيعل ماتر وضع نو ميتان نو شابو نضعو قبعاتنا نضعو قبعاتنا contre لسولاي نضعو قبعاتنا ددا الشمس أو معاكسة لسولاي نو ميتان نو شابو contre لسولاي ون نفعو au potager وهيا بنا إلى البستان هذه العبارة هي عبارة تعجبية لذلك انتهت بحرف تعجب هيا بنا إلى البستان ون نفعو ون نفعو au potager تعود على من؟ تعود على العمة تعطينا مجارف وهو جمع مجرفة هنا غطو في الجمع لاحظوا أن تنتهي بحرف عندما يقول لدينا اسم ينتهي بحرف فإنه في الجمع نضع اكس وليس اس اعطتنا مجارف جمع مجرفة من أجل نزع هنا فعل يعني نزع لكايو وهي الحسين لاحظوا أصدقائي أن جميع الأفعال التي تأتي مباشرة بعد بوغ بعد بوغ فإنها كلها تصرف في الصيغة المصدرية أو تبقى في صيغتها المصدرية لانفينيتيف فإنها لا تصرف في أي زمن كان جميع الأفعال التي تأتي بعد بوغ تبقى في صيغتها المصدرية بوغ أو تي لكايو من أجل نزع الحسين بوغ أو تي لكايو وليزارب من أجل نزع الحسين والأعشاب لزارب هي الأعشاب نقطة نوزاروزون نوزاروزون هنا فعل أغوزي أغوزي مصرف في الحاضر الدلالي مع نو لاحظوا كذلك أننا نقول هنا نوزاروزون نوزاروزون وليس نو أغوزون نسقي نحن نسقي دولان تويو دولان تويو بأنبيبة طويلة نقطة إلى هنا أصدقائي قد انتهد التمرين الإملائي نشكركم على حسن المتابعة وإلى تمرين آخر وإلى اللقاء